موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت ساعة دكية مستوحى من الخفافيش لمساعدة فاقد البصر طور أستاذان في جامعة ويك فورس ساعة دكية تحاكي الطريقة التي يحدد بها الخفافيش الأماكن أثناء الطيران لمساعدة ضعاف البصر على التحرك بسهولة ويحمل الجهاز الجديد اسمه هيلب وفكرته مستوحى من دراسة خاصة بقدرات الخفافيش والهدف من الساعة مساعدة ضعاف البصر على معرفة العقبات التي يمكن أن يجدوها في طريقهم صحيفة الشرق الأوسط عنونت ابتكار شاشات هواتف ذكية أقوى وأكثر ترشيدا للطاقة ابتكر باحثون بريطانيون تقنية جديدة لشاشات الهواتف الذكية أقل استهلاكا للطاقة وتلويثا للهواء وأكثر استجابة للمسات المستخدم وقال الباحثون أنهم قاموا باختراع هذه التقنية في مسعى منهم لجعل شاشات اللمس الخاصة بالهواتف المحمولة أرخص وأقوى وأقل ضررا للبيئة صحيفة الغد الأردنية عنونة تطوير جهاز سريع يشخص حالات الحساسية في ثمان دقائق وفقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار جديد يتيح التشخيص السريع لحالات الحساسية باستخدام قطرة دم واحدة وفي ثمان دقائق فقط ويطلق على هذا الاختبار اسم إبايوسكوب وبإمكانه اكتشاف مسببات الحساسية الأربع الأكثر شيوعا دون الاستعانة بالاختبارات التقليدية بالإضافة لسهولة إجراء الاختبار وسرعة ظهور النتائج إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانات فيسبوك يوفر خدمة بيع سيارات المستعملة لمستخدمي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات التجارة الإلكترونية التي يوفرها لمستخدميه وهي خدمة بيع السيارات المستعملة كما يعتزم موقع فيسبوك إضافة المزيد من المرشحات أو الفلاتر إلى منصة التجارة الإلكترونية بما يتيح للأشخاص تحديد سنة الإنتاج أو الشركة المنتجة أو الطراز أو المسافة التي قطعتها السيارة المستعملة وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت الأخطبوطات تسحف إلى شواطئ بريطانيا زحفت عشرات الأخطبوطات خارجة من قاع البحر وغزت أحد الشواطئ البريطانية وقد أثار ذلك حيرة رواد الشاطئ الذين تساءلوا عن سبب خروجها وتركها للماء وقد أعرب أحد خبراء بيولوجيا الكائنات المائية عن اعتقاده بأن السبب يعود لحالة البحر الذي كان هائجا تماما في الأوينة الأخيرة لكنه أكد أنه لم يرى مثل هذه الظاهرة من قبل نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر